الاسئلة دي مهمة جدا علشان كده انا قررت اعمل عنها حلقة مخصوص اولا فيديوهات قناتك كتير جدا والواضح انك بتدور في بطن اليوتيوب والدليل ان في فيديوهات في بداية القناة عن المحتوى وال4000 ساعة مشاهدة واسرع طرق للحصول عليها بعد شهرين او ثلاثة حضرتك بتقول ان الطرق دي غلط وانا بصراحة تهد بصراحة انا ما قلتش ان هي غلط انا بقول حدك انا ما قلتش ان هي غلط اطلاقا مفيش طريقة في قناة المتوحد فكرة لحصول على 4000 ساعة مشاهدة هي طريقة خاطئة او مضرة لك لكن حضرتك لما تعملها الطريقة غلط هي بتأثر عليك بالسلب وانا اتكلمت من اول لحظة لاخر لحظة عن كيفية لحصول على 4000 ساعة مشاهدة وناس كتير جدا حققت بها الساعات وانا بذات نفسي قناة جوزيف مو اللي هي المتوحد بابجي وقناة رئاكت المتوحد وقناة حصيرات المتوحد كلهم متصفح خفي والحمد لله محقق الربح بالاضافة الى المتوحد فكرة المتوحد فكرة اشتغلت فيها بي بي ان علشان ابدأ اجيب الساعات اسمع اشتغلت بي بي ان علشان ابدأ اجيب الساعات ما اشتغلتش بي بي ان بعد التفعيل والا 4000 ساعة مشاهدة ليه هم طريقتين موجودين عندي في القناة الفي بي ان والمتصفح خفي والاتنين شغالين 100% لو حضرك اشتغلت عليهم صح ومزبوط واشتغلت عليهم صح ومزبوط دول شرحهم موجود في الوصفة هتلاقي الى 4000 ساعة مشاهدة او روح اجتيب متصفح خفي المتوحد فكرة او الساعات او طريقة الساعات الفي بي ان المتوحد فكرة هتلاقيهم موجودين عندك في البحث رقم اتنين من يومين سألتك كل قناة طبق على نفس الجيميل ونفس الادسنس قلت لأ ثم الاقي فيديو ليك شرح طريقة اكتر من قناة بيميل وادسنس واحد الطريقة موجودة ايوه موجودة انا اقيدها لا امش اقيدها بس انا شرح الطريقة لو حضرك عايز تعملها انشع عليها لكن انا لا اقيد هذا الطريقة اللي حضرك تقدر تعمل بها لو دورت عليها مش لقيت المتوحد فكرة هتبقى من دايق لكن لو لقيت المتوحد فكرة ويقول لحضرتك ما تعملش كده في الفيديو يبقى معنا كده ان احنا عندنا مصدقية مع حضرتك ومع الجمهور وده حاجة تشفى علينا ان احنا نشرح الطريقة ونقول لك بلاش تعمل كده ثالثا الكلمات المفتاحية والوصف قلت اكتر من طريقة طريقة السؤال فين فين الطريقة اللي زبطت 100% طيب الكلمات المفتاحية والوصف هي كلمات مفتاحية ووصف حضرتك تقدر تشغل عليها زي ما انت عايز بس هام حاجة تكون في هيئة جمل والكلمات المفتاحية تقسمها تقسمها خاص بالمحتوى وخاص بالقناة وهكذا الوصف خاص بفيديوهات القناة وخاص بالكلمات المفتاحية وخاص بالهاشتجات شرحت كل حاجة والطرق دي انا ماشي عليها في المتوحد فكرة لكن اي قناة تانية غير قناة المتوحد فكرة هي مش قناة مجبرة ان انا مش عاليها 100% لان انا مش عندي الوقت حتى انا عامل لحضراتك الفيديو بعد يومين لما فضيت فاتمنى انك تعذرني السؤال الرابع استخدام التطبيقات والمواقع المسندة للكلمات المفتاحية والعلامات والمشاهدات خد بالحضرتك انت جبت هنا اهم اربع حاجات وهو التطبيقات والمواقع المسندة للكلمات المفتاحية والعلامات وهي نحط نقطة لان حضرتك جبت بعدها المشاهدات والمشاهدات دي غلط بتضر القناة لكن اللي قبل كده عادي جدا انا استخدمت وغير استخدم التطبيقات واستخدمنا المواقع اللي بتجيب كلمات مفتاحية لكن المشاهدات اكيد بتضر القناة وبتفرتك الخوارزميات وبتضمرها نفسيا معنويا وبتعتمد عليها بشكل كبير جدا وبتخليك تقعد مشيلك اصلا نفسي انك تعمل فيديوهات لان حضرتك عالف المشاهدات انت اللي بتجيبهم فبالتالي ما تشتغلش عليها السؤالي الخامس لو قناتي خلال اسبوع عملت 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة لا بص اقول حكا مش اسبوع يعني لو عملتهم في اسبوع مش اسبوع لو عملتهم في يوم من حق ان حضرتك انك تقدم وتحقق الربح في يوم عادي ما فيش اي مشكلة هي شروط حضرتك تحققها خد بالك فيه ناس كتير جدا حققت الشروط من اول فيديو فالوضع مش فيه اي قلق ولا فيه اي خوف والوضع عادي جدا ده السؤال الخامس لان فيه صفحات بتفتح لأول مرة وتنازل اجنية وفي يوم تحقق الشروط هل تاني يوم يخاطب ايوة ايوة نقول تحتك عادي السؤال السادس اتكلمت في المحتوى التعليمي وسأله سؤالي اليوتيوب نفسه بيعمل كل محتوى زي التاني يعني اليوتيوب زي الترفيه لان شفت الناس بتقول ان المحتوىات بيبقى سعر الاعلام فيها والمشاهدات كبير بمعنى انت محتوى تعليم فيكون الف مشاهدة بدولار ومحتوى عمارة دكور الف عشر دولار فهل الكلام ده صح اكيد طبعا صح اكيد طبعا صح ولكن المحتوى نفسه بيختلف على استهداف الجمهور واستهداف المعلن يعني مش اي قناة يعني القناوات التعليمية يوسف او المتوحد فكرة من ازاي الراكتر متوحد بقى اكتر متوحد من زي قناة تانية والقناة تانية من زي قناة تالتا بتختلف من قناة القناة حتى في نفس المحتوى بناء على المشاهد ومدة المشاهدة ووقت الساعات حاجات كتير جدا لازم حضاك تركز في الموضوع ده لانه بيختلف ماشي نيجي على السؤال السابع هل محتوى الانيمي والكرتون مصنف اطفال بصراحة معرفش دي معرفش انه ما شغلتش انيميشن لكن الكرتون اكيد طبعا مصنف اطفال بس برضو معرفش حاورت تسأل حد متخصص في الموضوع ده السؤال التامن عايز اعرف الزتون او الزت ده في محتوى الجيمينج لان ابني عايز يعمل قناة ماتشات باليستيشن قصة الجيمينج ده حلقة الوحدة انا زي نفسي ما نجحتش في الجيمينج الجيمينج محتاج كارير وشخصية تكون زي تربون زي مثلا مهاكو عنده الضحكة عنده اسلوب انه يقدر ياخد ويدي بشكل ويدي من غير ما يبقى حد معاه لأ بصراحة كارير اكتر من المحتوى يعني شخصية اكتر من المحتوى وبصراحة انا ملاقيتش نفسي فيها فصعب جدا انك تلاقيني انا بديك اي اي نصايح وانا ما انجحتش فيها لكن المحتوى الترندي انا ممكن اقولك اي حاجة في اي محتوى التانية يعني محتوى الطبخة لما اجا اقولك والله معرف محتوى الطبخة بالتسانين في المية ممكن تعمليه عشان تنجع جميع انك تنازل فيديوهات لكن طريقة التقديم ما اقدرش اقولك طريقة التقديم ازاي المنتاج ما اقدرش اقولك المنتاج ازاي لكن حضرتك عندك قنوات منافسة تقدر تمشي على نفس الخطوات وتشوفهم لان هما نكحوا على الخطوات دي فحضرك لازم تتبع الخطوات اللي هما مشوا عليها انا بحقك لحضرتك او باش رحضرك نجاحي ينفعش اشرح لك فشلي لان فشلي حيفشلك لما اجا اقولك ان القناة مسلا جوزيف مو القناة الجيمينج انا مش شغلتش عليها ومش فاضلها وما عنديش وقت للمنتاج لها وده كله يؤدي الى فشلها لان القناة لازم يكون منتاج بشكل مستمر خاصة في الجيمينج فصعب جدا ان انا ننجح في الجيمينج لان الجيمينج محتاج شغل بعض الظهر مش حلقة لوحدة لا شغل بعض الظهر اخيرا ربنا يبارك ووسع عليك اخوك من ولاد موسى مركزه كبير شرقية حدوه نصيحة ما تجيبش فيديو قديم وتحطه في قيمة تشغيل كيف تنشئ القناة علشان انت مع الوقت اتطورت ومعلومات زادت جدا سانيا انت لو عملت فيديوهات جديدة عن نفس الموضوع مش هزهق منك علشان احنا بنتعلم منك منتظرت حلقة الرد على كل ما سابق بالتوفيق ومبروك لحصريات حصريات دي لها صارة انه لها مبروك ومبروك لقناة حصريات طبعا ان هي الحمد لله قدرت تنجح ورايب جدا هتبقى صارة هي لماسك القناة من الالف لليه يعني بسم الله ما شاء الله عليها حتى دلوقتي فيديوهاتها بتجيب اكتر مني انا برضو مش مش متمكن قوي زيها بصراحة في اسلوبها وطريقتها في تقديم المحتوى بيتطور يوم عن يوم ودي حاجة انا مبسوط عليها جدا ومبسوط منها جدا لكن انا مش هتزق مني انا هعمل لك فيديوهات بشكل مستمر وحتلاقيني مش هتلاقي منشئ محتوى تعاليمي بينازل لحظاك فيديوهين في اليوم قد متواحد فكرة اما بالنسبة لفيديوهات قديمة فالخاصة بالبين كود فا احنا شرحينا قريب جدا المعلومات الضريبية برضو قريب جدا لكن اي حاجة جديدة هتلاقينا بنتكلم عليها وعلى فكرة انا عايز اشرح قريب جدا حاجة خاصة بالالف مشترك ولازم الناس تفهم حاجات خاصة بالالف مشترك لان الناس بلقت تتجه حاجات مخالفة وغلط ومش صح عليهم وعمرهم ما حينجحوا بالطريقة دي بالتوفيق للجميع اتمنى ان حضرتك تتقبل اعتذاري لان الفيديو جي متأخر ولكن احنا دايما في خدمتكم الى اللقاء